قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على الدفع بالكشافة المصرية للأمام بتوفير كل الدعم المطلوب لها موضحا أن تعزيز القيم والمبادئ الإنسانية تأتي ضمن عملية تنمية الإنسان جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين الذي أقيم بقصر القبة الرئاسي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أعرب رئيس الوزراء عن فخره بدور الكشافة المصرية وتفاعلها مع الحركة الكشفية العالمية والعربية أن انعقاد هذا المؤتمر في مصر وإعطائه الرعاية الرئاسية والدعم الشامل من الحكومة المصرية هو دليل على الاعتراف بإيماننا بدور الكشافة في بناء الإنسان كما يعكس التزامنا الراصخ بتفعيل دور الشباب في التنمية المستدامة وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة